واتمنى له يا رب إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق في القادة طيب نروح ل موضوع مهم موضوع جنش جنش مع نادي الزمالك لا هروح بقى يمين ولا هروحش بقى حصل اتصال بيني وبنجنش قبل الهوى وقعدت اتكلمت واتنقشت معاه تلاتين دقيقة بتكلم معاه وبسمعه أنا من مبارح عندي مفاجئتين مفاجئتين تصريح تصريح قال الكابتن حسين لبيب معايا بوضوح الراجل بوضوح لا يمين ولا شما اللي غلط يتعاقب مفيش مفيش قصة مفيش موضوع اللي ردارك ده كنت بس قال متحفق يعني يعني الآن التوقيت طب ينفع نتكلم في الموضوع راجل عادي جدا قال ما لاش دعوة ولا بطولة ولا بتاع اللي غلطان يتعاقب ده ده أسس ومبادئ سيستم شيء الحقيقة رائع يستاهل عليه الكابتن حسين كل التحية النهاردة جنش كلمني حكالي الكصة أو حكالي بعض الكصة الحقيقة الحقيقة احترامي لي زاد جدا احترامي لي زاد جدا اللي قالهولي النهاردة اللي قالهولي النهاردة مفاجأة تانية بالنسبة لي بعد تصريح الكابتن حسين مبارح جنش حكالي التفاصيل قال لي أنا يا كابتن مش هطلع أتكلم دلوقتي فاضل المطشين وانا مش هتكلم دوقتي حتى لو انا على خلاف مع حد مع كارتيرون او مع اي حد في الجهاز الفني انا مش هتكلم دلوقتي ازا مالك ان شاء الله يفنش واخدوا البطولة بعد كده ربنا يسهل المفاجأة التانية اللي قال لي جنش هقولها لكم بس بعد ما احكي القصة كاملة جنش قال لي ان اخر مباراة هو لعبها جابوا كارتيرون اتكلم معاه قالوا انا هبتدي اعمل روتيشن في مركز حراس المرمى علشان الحارس التاني ابتدي صح الحراس الموجودين جنش رد عليه قال له ده شيء رائع جدا ما عنديش مشكلة طالما دي وجهت نظر حضر لك ما فيش مشاكل عشان برضو انا لو قعدت اخد فنقدر احنا نفوق واتفق ان هو لعبه بجبل وجيه في الماتش التاني كان عنده وعد او وعده ان هو حيلعبه وقال له انت اللي هتلعبه تبتدين ثم مدرب حراس المرمى بعتله قال له اجنش انت احتياطي قال له ازاي انا احتياطي انا في اتفاق مع كارتيرون ان انا العب قال له هو بلغني ان ابلغ كده قال له دي وجهة نظرك قال له لا وجهة نظر المدير الفني فراح قعد معاه جنش والمدير الفني وكارتيرون كارتيرون قال له دي وجهة نظري وانا هعمل كده فجنش قال له ان ده ممكن يؤثر معايا مع المنتخب انت قعدتني وانا مستوية كويس طب انا النهاردة قعدت ليه فاضل مطشين وانا على قتاب ان انا روح المنتخب كده انت بتظلمني كارتيرون قال له دي وجهة نظري ودي قناعاتي قويس في اللحظة دي جنش قال له ان انا دايما الفرصة باخدها معاك بصعوبة يعني بحس ان انا باخد الفرصة بصعوبة وده احساسي فكرتير وانده قال له احساس مش صحة بدليل ان انا اديتك منشاط كتير جنش هوها بيتكلم اتعصب وتنرفز وانفعل اتعصب وتنرفز وانفعل وكملوا الحديث وبعدين الحديث هنا خلص حتقول لي انت جبت منين اتعصب وتنرفز وانفعل انفعل ما تجاوس بس كان متعصب يعني طبيعي مش حلعب وبتاع فبيتكلم مع المدير الفني ولكن في نطاق او في اطار الاحترام جنش اللي قال لي قال لي يا كابتن انا ممكن اكون وانا بتكلم انا اتعصبت ومعنديش اي مشكلة من ان في الحديث بقى فيه عقوبة انا عنديش اي مشكلة انا راجل ملتزم تماما الراجل لا لف لا راح يمين ولا شمال ولا حاجة خالص خالص قال لي انا ما عنديش مشكلة خالص خالص انا عندي طلب واحد ورسالة حضرتك دي اللي حضرتك مهم ان انت تقول هالي ان هو ده طلبي طيب ايه طلبك ايه طلبي ان الاستاذ حسين لبيب يععد معايا انا وكارتيرون والمترجم التلاتة اللي كنا قاعدين في القوضة يعني ما عودش معايا الواحدة وقعب معايا الواحدة يعب معانا احنا التلاتة ويسمع ونسمع من بعض قدام بعض انا غلط ااخد عقوبتي وخلاص فيش مشاكل واكمل انا غلط اعتذر في سوء تفاهم انا ليه في حاجة اقولها انا ابن من ابناء النادي وممكن يكون عندي وجهة نظر تطلع صح تطلع غلط اللي حيقوله قال كابتن حسيلا بيه بقدارة الزمالك انا ملتزم بيه اقسم الله العلي العظيم ده الحديث ما بيني وما بين جنش التزام واحترام قال لي بقى جملة تانية خلص تقول يا جنش انت جايلك عروض قال لي جايلي يا كابتن عروض كتير وجايلي فلوس كتير يعني جايلي فلوس كتير من قندية صعدة من تحت الادور الممتاز ومن قندية في الدور الممتاز وده طبيعي طبيعي جنش حارس مرمى كبير قلتوه طب كويس العروض دي هتعمل فيها ايه قال لي مش هعمل حاجة خالص انا مش همشي من نادي الزمالك انا مكمل مع نادي الزمالك قلتوه لعبت ما لعبتش قال لي لعبت ما لعبتش انا موجود في نادي الزمالك ده كلام جنش ده مش انا جنش هو الال كده انا موجود ومكمل في نادي الزمالك فقلتوه طب افرد النهاردة فيه خلاف مثلا مع الراجل حتى لو فيه غرامة فيه عقوبة ممكن بعد كما تاخدش قال لا كافتن أنا إما بلعب بلعب بالماتشاط وبالمعسكرات وبموت نفسي لو لي نصيب حلعب حلعب بس أنا مش همشي من نادي الزمالك أنا مضحتش أن أنا أكون موجود في نادي الزمالك وعلى دكة البدلاء وضحب بفلوس ضحب بحق كتير عشان يكون موجود في نادي الزمالك عشان أجل دلوقتي أقول جايلي عرض كويس فهمشي أنا مكمل مع نادي الزمالك ده كلام الراجل لي وكان عنده من الشجاعة والاحترام إنه هو هو بيكلمني قال لي أنا لي حق في كذا مختلف في كذا وأنا ممكن أكون انفعلت في الحديث في إطار الاحترام عشان الناس بس تبقى تفهمانا في إطار الاحترام الحتة اللي هو أكدها لي الحتة اللي هو أكدها لي إن أنا ممشيتش من المعسكر أنا جاي كارتيرون قال لي خلاص أنت هتكون برا لسكوات بتاعنا أو جيل إداري بلغني أنت هتكون برا لسكوات بتاعنا فخلاص الموضوع هنا أصبح إن أنا ممشيتش لأن القصة مبارح برضو يعني كان فيك اكتهادات النواقة بجنش ومشي فإذن الراجل ما فيش خروج عن النص فيما يخص الالتزام فيما يخص الحوار بينه من الموديل الفني جلسة مع الكابتن حسين لبيب والموضوع يعني حيهدأ تماماً إحنا سمعنا مبارح كارتيرون وسمعنا مبارح الكابتن حسين لبيب وتصريحاته الرائعة المحترمة اللي فيها شجاعة كبيرة جداً لأنه بترسي مبادئ كمينا النهارة تصريحات جنش الصريحة الواضحة الملتزمة الخاصة لي نحن اللي الراجل بيقول فيها أنا كل طلبي إنه نقعد أقعد أنا وكارتيرون والمترجم مع الكابتن حسين السيد أو الكابتن حسين لبيب بس وما فيش على فكرة الناس مثلاً ممكن تبقى فهم إيه إن أنا احتفظت بحاجات لي إن أنا مثلاً لو في حاجة يعني مثلاً صعب بحاول أجملها ده حديثه لي على فكرة يعني الراجل لقال لي مين وأنا بجمله ولقال لي حاجة عشان أطلع بطل الراجل بالنسبة له نادي الزمالك رقم واحد قال لي الكابتن حسين لبيب الراجل التعامل معايا بمنتهى الاحترام أنا ممكن لو أنا غلط أنا متقبل أي عقوة بيأكد كلام الكابتن حسين لبيب في توقيت قال لي مش همشي من نادي الزمالك مش هطلع وصرح ولا أي حاجة فضلنا مطشين على البطولة اللي كلنا تعبنا فيها فما فيش مشكلة خالص تسألوني توقعاتك إيه قال لهم توقعاتي إن هناك جلسة هتجمع ما بين كارتيرون ما بين جنش ما بين المترجب ما بين كابتن حسين السيد ما بين كابتن حسين لبيب وحينتهي الأمر لأن الأمر مشي الأمر مشي في إطار متحضر بشكل كبير جدا الزمالك ماشي مفيش حاجة ودي أكتر حاجة عجباني مفيش حاجة قدامه غير مباراتين ببطولة خلاف مش خلاف كل بصوا أي حاجة عارفين اللي يقولك كده ساعات النار توامطلع تطفى في دقيقة في دقيقة مع وجود التزام وشجاعة من إدارة نادي الزمالك قال اللي مخطئ هيتعاقب اللي مخطئ قالك ما عنديش مشكلة هيتعاقب خلس الموضوع خلس القصة الزمالك الحقيقة يعني المشهد بتاعه رائع عجبني جدا الالتزام وعجبني جدا الهدوء حتى وإحنا بنحكي القصة فيش سانتي خروج عن النص مفيش سانتي خروج عن النص لازم الحاجة الكويسة نقف عندها كتير ترجمة نانسي قنقر